بسم الله الرحمن الرحيم وبها نستعين اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا تفسير رؤية حلم الخنزير في المنام من رأى في منامه انه يرعى الخنزير فانها بتكون اشارة الى انه يقود قوم غير قومه اما من رأى انه يمتلك خنزير او يربيه في مكان او بيربطه برباط او حزام فهي بتكون اشارة انه سوف يحصل على مال حرام مثل الربع رؤية شرب لبن الخنزير او الخنزير الصغيرة في المنام بتشير الى المصائب في المال من رأى في منامه انه يركب خنزير فانه اشارة انه سوف يهزم عدوه ويحصل على السلطة والنفوذ من رأى في منامه انه يمشي مثل الخنزير فانه اشارة على حصوله على القوة والعافية والبأس بتشير رؤية لحم الخنزير المشي والمطبوخ في المنام الى المال الحرام الذي سوف ينفذ بسرعة أما رؤية الخنزير في المنام بتشير إلى الخصم الجبار الملعون الذي يجزع عند النوائب ولا يفي بعهده أو ينفذ قوله مرأة في منامه أنه يركب خنزير فإنه إشارة إلى الحصول على المال الكثير بس مال حرام مرأة أنه يأكل من لحم الخنزير فإنه بتكون إشارة إلى كذب المال الحرام وهو يعرف بذلك أما إذا كان لحم الخنزير مطهو أو مشوي فإنه إشارة إلى الحصول على الأموال من التجارة بدون أي تعب تشير رؤية الخنزير السري في المنام على البرد الشديد والمطر أو على الضيق والشدة لأهل الكرة أو الحالة السيئة للغرز لمن يزرع طيب الخنزير في منام الرجل الذي يريد زواج من امرأة أن هذه المرأة لن توافق على الزواج منه رؤية صغار الخنزير في المنام هي بتكون إشارة إلى الهموم كمان لمن يلمسها أو يراها في المنام الخنزير الميت في المنام في بيته فإنها إشارة لأنه يجمع مال أو سروة بقدر حجم الخنزير وأعدادها قد يدل الخنزير في منام المرأة العزباء على الرجل المنافق أو الشخص السيء أما أكل لحم الخنزير فبيشير إلى البعد عن طريق الحق والخير اتباع الأهواء أما إذا رأت إنها تقتل الخنزير أو تسبحه فإنها إشارة إلى التخلص من ذنوبها وأسامها أما إذا رأت إن خنزيرا يهاجمها فإنها إشارة لأنها تخشي على نفسها من الحسد أو السوء ولو رأت العزباء في منامها إن هناك خنزير يلاحقها فإن تلك الرؤية بتشير إلى إنها تخاف على نفسها من الحسد أو السوء ودائما ما يشغلها هذا الأمر أما بالنسبة للمرأة المتزوجة إذا شهدت في منامها الخنزير فإن هذه الرؤية بتشير إلى قصرة المال والرزق الوفير ولكن هذا الكذب قد يأتي من وسيلة كذب غير مشروعة طيب من أكل أموال اليتامة أو الربا أو أي مصادر كذب غير مشروعة برؤية الخنزير الوردي في المنام للمتزوجة بتشير إلى خبر سعيد ستتلقى من وقت قريب أما إنها سترزق بالمال ولو شهدت نفسها تهرب من خنزير بيحاول مهاجمتها فتلك الرؤية بتشير إلى السطر والأمن الذي تتمتع بها في الفترة المقبلة وهذا بينطبق أيضا لو كانت الرأي حامل والله تعالى أعلى وأعلم أما إزارات المطلقة في المنام إنها تأكل لحم الخنزير في المنام وتنجح في قتله فهذا دليل على قوة شخصيتها وقدرتها على مواجهة الصعاب والمشاكل التي تمر عليها في حياتها لحم الخنزير لو كان مشوي أو مطبوخ لكن رائحته كانت كريهة وجعلت الحالم يشعر بالتقزز فهذا سوء حظ هينتج عنه قلة التوفيق في الحياة وربما الفشل كمان هذه الرؤية بتعبر عن أموال اختلاصها الحالم بيئة الحرام ولكن الله سيعجبه على ذلك أما تفسير تقطيع لحم الخنزير في المنام رؤية تقطيع لحم الخنزير في الحلم رؤية تحمل الخير لصاحب الرؤية في كثير من الأحيان بتدل رؤية الخنزير على النكد أما تناول لحم الخنزير في المنام بيدل على أنه يكسب مال من مصدر غير مشروع الخنزير الوردي في المنام رجل فاسد في الدين أو يهودي أو نصراني ليس له عهد ورؤية الخنزير في المنام بتدل على رجل زيت جبروت ظالم والانتصار عليه وقتله بشرى بالتخلص من عدو فاجر أو التخلص من المشاكل والأزمات وجهة صاحب الرؤية في حياته عدت الخنزير في منام الفتاة العزباء رؤية غير جيدة لها حيث بتدل على أنه هناك شخص أو شارل سيحدث لها وعين حاسد تنظر إليها تفسير رؤية الخنزير الميت في المنام بنقول لو شاهد الحلم في منامه أن الخنزير ميت بداخل منزله فهذه إشارة بكوة كبيرة من عند الله سيتم من خلالها دفع البلاء عن الحالم وأهله ومن الجديد بالذكر أن الرؤية هنا بتكشف علاقة الرأي وأهل منزله بالله عز وجل حيث أن قلوبهم متعلقة بحب الله والثقة الكبيرة فيه وبأي خطر لهم سيحميهم الله منه ولو الحالم نظر من نفيذ منزله أو بالصدفة فخرج من بيته فوجد الخنزير ميت بالكرب من المنزل هنا بيكون ربما تهديد بالسوء أو أنباء حزينة كانت على وشك أن يسمحها الرأي كمان بنقول هنا لكن الله منحها من الوصول إلى منزله حتى لا يتقدر صف حياته أما إذا شاهد الحلم أنه يسير في أحد الشوارع ورجع تخنزير ميت أمامه فهذه بتكون إمارة بأنه سيختار أن يسير فيه طريق ما في حياته واختياره لهذا الطريق سيكون صائب لأنه مفاعم بالخيرات وسينجح فيه على المدى القريب أو لو رأى الرأي أنه داخل أحد الأسواق فيه منامه ورأى أمامه جسد خنزير ميت فهذه بتكون تجارة حلال ومال مبارك لا يتخلى له أي شوائب ولا نجاسة زبح الخنزير فيه الحلم بيدل على التخلص من المتاعب والمشاكل والأزمات وإن الله سيفرجها على الرأي بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته